مواكبة للتطورات العالمية أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مؤسسة إدارة المخاطر فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر إدارة المخاطر المؤسسية 2015 تعزيزا لإدارة المخاطر المهانية في المؤسسات ورافع الواعي تجاه التعامل معها جاء مؤتمر إدارة المخاطر المؤسسية لمواكبة التطورات على ساحات العمل العالمية وتجنب الآثار السلبية للمخاطر والطوارئ على أهداف المؤسسات هناك العديد حقيقة من المخاطر سواء مخاطر تشغيلية أو مخاطر إلكترونية طبعا بيكون هناك حلول سواء حلول تقنية للعديد من المخاطر هاي وتحديد المخاطر هاي وتقييمها وإيجاد الأولويات للعمل على طبعا كل في شأن اختصاصه في هذه المجالات المؤتمر الذي تطرق إلى جوانب عديدة لإدارة المخاطر وتطوراتها حظي بمشاركة واسعة من مختلف جهات القطاع العام والخاص بالدولة وخارجها نحن في هيئة كهرباء الشارقة نحرص كل الحرص على الحقيقة على التعرف على أفضل الممارسات في هذا الجانب قطاع الكهرباء والماء والغازي تعرض إلى مخاطر كبيرة خاصة المخاطر الناحية الفنية إلى جانب مخاطر الوقود مخاطر الإدارية المخاطر العالمية بشكل عام وجودنا هنا اليوم مع كوكبة كبيرة من المفنيين المختصين العلماء المتحدثين لا يوجد شك بيثري اتجاه هيئة كهرباء الشارقة بتوجيهات الوالد صاحب اسمه الشيخ دكتور سلطان محمد القاسم لأننا تكون من الهيئات المتميزة على مستوى العالم الدورة الثانية من مؤتمر إدارة المخاطر تستقطب نخبة من الخبراء في كافة القطاعات التي تشمل الطيران والتمويل والطاقة والبنية التحتية وغيرها وذلك من أجل تقديم خبراتهم وخلاصة تجاربهم في هذه المجالات